أعقد البرلمان العربي جلسته العامة الخامسة لدور الانقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بمقر جامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ونقشت الجلسة عددا من الموضوعات المرفوعة من اجتماعات اللجان التحضيرية للبرلمان ومن بينها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي كما نقشت موضوعات في الملف الاقتصادي كمشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية إلى جانب مناقشة مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الإنسانية على حقوق الإنسان في العالم العربي ترجمة نانسي قنقر